بسم الله و صلاة وسلام على رسول الله ثم أما بعد نرحب بكم في مقرر القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول المتوسط اليوم بإذن الله سنأخذ في قسم التوحيد الدرس الثامن نتائج التوحيد في الدنيا والآخرة القسم الثاني منه في انطلاقتنا دائما نقول لابد أن نراجع الدرس السابق حتى بعد ذلك ننطلق في درسنا الجديد من المكاسب في ذلك أولا نؤكد على ما أخذنا سابقا ثانيا ننطلق بعد ذلك إلى درسنا الجديد وقد ربطنا الدرس السابق بهذا الدرس الجديد فلو سألتكم بعض الأسئلة في الدرس السابق نريد لكم الآن الاستعداد والتهيئ إلى أن تجيبوا على الأسئلة التي ستظهر أمامكم السؤال هو استنبط نتائج ذكر الله على الفرد و صلاح القلب ذكرنا أن تطبيق التوحيد له أثر على الفرد فهنا نقول استنبط ما هي نتائج ذكر الله عز وجل على الفرد و صلاح القلب ماذا يصنع ذكر الله عز وجل بقلب المسلم من يجيب على هذا السؤال؟ استنبط نتائج ذكر الله على الفرد و صلاح القلب أحسنتم نقول طمأنينة القلب هذا أولا أيضا نقول انشراح الصدر فمن أعظم النتائج في تطبيق التوحيد وتحقيق التوحيد على الفرد أنه يطمئن قلبه و أن صدره ينشرح لهذا ذكرنا من أعظم ما يحققه الفرد حينما يطبق التوحيد هذه النتيجة العظيمة السؤال الآخر أذكر ثلاثا من نتائج التوحيد على حياة الإنسان الإنسان حينما يطبق التوحيد يحقق نتائج و ثمار نريد أن نذكر ثلاثة من هذه النتائج التي مرت منها سابقا من يستطيع أن يعدد و أن يذكر ثلاثة من النتائج نتائج التوحيد على الفرد المسلم أو على حياة الإنسان أحسنتم أول تلك النتائج هي تعلق القلب الله وحده لهذا ينشرح صدره و يطمئن قلبه و يرضى بأي قضاء يكون عليه لهذا من أعظم ما يحققه من يؤمن بهذا التوحيد أنه يكون يؤمن بالقضاء خيره و شره بقضاء الله خيره و شره لهذا جاء في الآية أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أيضا النتيجة الثانية أحسنتم النتيجة الثانية أنه الطريق الوحيد الذي يوصل من يسلك هذا الطريق هو الطريق الوحيد لأن تسلك الطريق الصحيح والعبادة الصحيحة التي يريدها الله عز وجل لهذا نقول هو الطريق الوحيد الذي يوصل سالكه إلى العبادة الصحيحة التي يريدها الله جل وعلا من عباده فهذه النتيجة الثانية في من يحقق التوحيد في نفسه فمن يحقق التوحيد يحقق هذه النتيجة أيضا من النتائج وهي النتيجة الثالثة أحسنتم نقول أنه يؤدي إلى ولاية الله عز وجل للعبد بأن يحفظه وأن يرعاه وأن يكلأه بعنايته سبحانه لهذا نقول يقول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فلهذا تحصل ولاية الله عز وجل بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى فحينما تحقق التوحيد أنت تحقق هذا الشيء وهو أن تفرد العبادة لله جل وعلا فهذه النتائج هي من نتائج تطبيق التوحيد على الفرد المسلم بعد ذلك نأتي إلى السؤال الثالث أذكر مثالا يدل على أثر التوحيد في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم ذكرنا أن الصحابة طبقوا التوحيد لحياتهم فهل حققوا شيئا من النتائج في حياتهم هناك أخذنا بعض الأمثلة نريد أن نذكر مثالا أو أثرا أو خبرا على هذا الأمر على أثر تحقيق التوحيد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم نقول قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة رضي الله عنه لما فتحوا بيت المقدس إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله وهذا أثر وخبر يدل على أثر تطبيق التوحيد في مجتمع الصحابة رضي الله عنه أيضا المثال الثاني قول جبعي بن عامر رضي الله عنه لقايد جيش الفرس الله ابتعثنا أو جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فهذان الخبران يدلان على لما طبق الصحابة رضوان الله عليهم التوحيد في حياتهم حققوا هذه النتائج إلى هذه الأشياء التي تحققت إلى الأحسن والأفضل في حياتهم بعد ذلك ننطلق في درسنا الجديد سنأخذ بإذن الله الوحدة الثالثة نتائج التوحيد في الدنيا والآخرة الدرس الثامن نتائج التوحيد في الدنيا والآخرة القسم الثاني فبعد أن أخذنا الجزء الأول وهو أثر التوحيد ونتائج التوحيد على الفرد كذلك نتائج التوحيد في مجتمع الصحابة اليوم بإذن الله سنأخذ نتائج التوحيد في المجتمع المجتمع حينما يطبق التوحيد هل هناك نتائج ستظهر عليه في هذا الدرس سنتعلم وسنرى هذه النتائج كذلك سنوضح نتائج التوحيد في الآخرة أخذنا نتائج التوحيد في الدنيا الآن في هذا الدرس نريد أن نرى هل هناك نتائج لمن يطبق التوحيد في الآخرة في هذا الدرس بإذن الله سنجيب على هذا العنصر وهذا التساول فنبدأ أولا في قضية ما هي نتائج التوحيد في الدنيا على مجتمعنا ما هو نتائج؟ ما هي نتائج التوحيد في المجتمع المسلم حينما كل المجتمع يحقق التوحيد ما هي النتائج التي تظهر عليه وتثمر في تطبيق هذا التوحيد أحسنتم أول تلك النتائج نقول دفاع الله عن أهل التوحيد دفاع الله عن أهل التوحيد فيدفع عنهم الشرور ويحفظهم من كيد الكائدين قال الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور فنقول أول تلك النتائج دفاع الله عن أهل التوحيد دفاع الله عن أهل التوحيد هذه النتيجة الأولى التي تتحقق في المجتمع حينما يطبق التوحيد هل هذه النتيجة فقط التي يظفر بها من يحقق التوحيد حينما المجتمع يحقق التوحيد نقول لا هناك أيضا هناك أيضا نتيجة أخرى ما هي هذه النتيجة الأخرى نقول التوحيد هو سبيل العزة والشرف والرفعة والعلو هو سبيل العزة والشرف والرفعة والعلو قال الله جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فلهذا نقول من نتائج التوحيد أن التوحيد هو سبيل العزة والشرف والرفعة والعلو تكون في عزة وتكون في علو وتكون في شرف ورفعة لهذا نقول من نتائج التوحيد في المجتمع أن هذا التوحيد حينما يطبق يكون طريق للعزة وطريق للشرف والرفعة والعلو ودليل ذلك ما ذكرنا قول الله عز وجل وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أيضا يوجد أثر آخر ونتيجة أخرى تتحقق للمجتمع حينما يحقق التوحيد ما هي هذه النتيجة؟ والأثر نقول انتشار المحبة والألفة بين أفراد المجتمع المسلم تنتشر المحبة والألفة في المجتمع بين أفراده حينما يتحقق هذا التوحيد فنقول إن اختلفت جنسياتهم أو ألوانهم أو بلدانهم فالمحبة تنتشر بينهم لما طبقوا التوحيد وحققوا التوحيد لأن الله عز وجل أخبر أن الناس سواسية يا أيها الذين في قضية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهنا يدل على أن المجتمع حينما يطبق هذا التوحيد فإنه يحقق هذه النتيجة العظيمة وهي انتشار المحبة والألفة بين أفراد المجتمع المسلم وإن اختلفت جنسياتهم وإن اختلفت ألوانهم أو إن اختلفت أيضا بلدانهم فلهذا نقول هذه النتيجة الثالثة من نتائج تحقيق التوحيد في المجتمع المسلم هل هذه النتائج فقط؟ نقول أيضا هناك نتائج أخرى من تلك النتائج نقول شيوع الأمن والهداية إلى الصراط المستقيم ينتشر الأمن ينتشر الأمان لهذا قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فوعد بأمرين الله جل وعلا في من يحقق هذا الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولا لهم الأمن أيضا في هذه الآية قال وهم مهتدون يدلهم على الهداية إلى الصراط المستقيم فهذه أيضا نقول من نتائج التوحيد في المجتمع حينما يحقق التوحيد لدينا الآن نشاط نريد منكم الآن التهيء وتغيير الجلسة حتى نستعد لأن نجيب على هذا السؤال نريد منكم الآن التركيز والنظر أمامكم سيظهر سؤال نريد الإجابة السريعة عليه السؤال هو بالتعاون مع مجموعة كف كيف نستثمر التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي في تحصين أنفسنا من الأفكار الفاسدة والعقائد المنحرفة والبدع المضلة ماذا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعيد مرة أخرى كيف نستثمر التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي في تحصين أنفسنا من الأفكار الفاسدة والعقائد المنحرفة والبدع المضلة؟ من يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ نريد أكثر من إجابة مرة أخرى كيف نستثمر هذه التقنية؟ الآن نرى هذه التقنية انتشرت بين أيدينا ووسائل التواصل الآن البعض لديه أكثر من وسيلة التواصل مع الآخرين فهذه التقنية وهذه الوسيلة للتواصل مع الآخرين كيف نجعل هذه الوسيلة وهذه التقنية أو نحصن أنفسنا منها في قضية الأفكار الفاسدة والعقائد المنحرفة والبدع المضلة؟ كيف نحمي أنفسنا من أن نقع في مثل هذه الشراك شراك الأفكار الفاسدة أو شراك العقائد المنحرفة أو البدع المضلة من يجيب على هذا السؤال نريد إجابة على هذا السؤال نريد وسائل كيف نستثمر أحسنتم نقول لعل أهم أمر في هذا في هذا الجانب نقول الاستفادة من المواقع التعليمية النافعة الموثوقة ولله الحمد في هذا البلد الآن يوجد بعض المواقع التي اعتمدت في نشر العلم وفي بثه بين الناس فنقول أن نستفيد من هذه المواقع في أن نأخذ العلم الصحيح كذلك أن ندل الناس ونرشد الناس إلى هذا العلم فنقول الاستفادة من المواقع التعليمية النافعة في تكوين المعرفة بناء المعرفة كذلك في تنمية المهارات ومن ثم نشر ذلك للآخرين لماذا؟ لأن هذه وسائل التواصل هي وسيلة لأن تتأثر ولأن تؤثر فلهذا نقول من أعظم ما نحقق فيما يتعلق باستثمار لهذه التقنية أن نستفيد من هذه المواقع الموثوقة هذه المواقع التي تهيئت لنا و جهزت لنا في أن نتعلم منها وأن نأخذ منها العلم النافع ومن ثم ومن ثم ننشر هذا العلم للآخرين هذا من أعظم ما نستثمر به هذه التقنية بعد ذلك نأتي إلى الجزء الثاني من درسنا لهذا اليوم الجزء الثاني بعدما أخذنا نتائج التوحيد وتحقيق من يحقق التوحيد ما هي النتائج التي يحصلها في الدنيا على الفرد أو على المجتمع الآن سنتحدث ما هي نتائج التوحيد في الآخرة حينما تحقق التوحيد في الدنيا ما الذي تستفيده في الآخرة ما هي الآثار ما هي المثوبة والجوائز التي تحصلها في الآخرة بعدما حققت التوحيد في الدنيا من يستطيع أن يقول لي ما هي النتائج نريد نتائج التوحيد في الآخرة نتائج التوحيد في الآخرة أحسنتم نقول أبرز أمر وأعظم أثر هو أن التوحيد يكفر السيئات التوحيد يكفر السيئات وهذا كما قال جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة انظروا إلى هذا الفضل وهذه المنزلة لمن يحقق التوحيد وهو أنه يظفر بتكفير السيئات يظفر بأن تمسح وتمحى عنه هذه السيئات وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه على هذا الذي حقق التوحيد وهذا الأثر يكون في الآخرة تكفير السيئات يكون في الآخرة هل هذا هو الأثر الوحيد؟ نقول لا هناك آثار أخرى أيضا ما هي هذه الآثار؟ من تلك الآثار أن الموحد في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم أن الموحد في الآخرة من حقق التوحيد مع الذين أنعم الله عليهم قال الله جل وعلا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فانظروا إلى هذه النتيجة العظيمة هي أنك أيها الموحد حينما تحقق التوحيد فإن المكافأة على هذا التحقيق والنتيجة من تحقيق هذا التوحيد في الدنيا أنك تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا أيضا من النتائج ومن الفضائل التي من حقق التوحيد في الدنيا فإنه يظفر بها في الآخرة من ذلك نقول تبشير أهل التوحيد بالجنة وأي شيء أعظم من أن تبشر بهذه الجنة لهذا نقول من نتائج التوحيد في الآخرة تبشير أهل التوحيد ومن حقق التوحيد بالجنة لهذا قال الله جل وعلا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار فانظر إلى هذا الكرم من الله عز وجل لمن حقق التوحيد في حياته فإنه سيبشر بالجنة فلهذا نقول من نتائج التوحيد تبشير أهل التوحيد بالجنة لماذا؟ لأن الله وعدهم فقال الله عز وجل وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وهذا من نتائج التوحيد ومن الآثار التي يحققها من حقق التوحيد في الدنيا فإنه يظفر بذلك في الآخرة هل هذه فقط من النتائج؟ نقول أيضا هناك من النتائج ما هي هذه النتيجة؟ تحريم النار على أهل التوحيد انظروا إلى هذا الفضل وهذا الكرم من الله جل وعلا لمن يحقق التوحيد وهو أن الله عز وجل يحرم النار على أهل التوحيد فلهذا جاء نقول إذا قام الموحد بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فانظروا إلى هذه البشارة وهذا الكرم من الله لمن حقق التوحيد في الدنيا وهو أن النار تحرم عليه إن كان حقق التوحيد في دنيا لهذا نستبشر ونفرح ونفخر بأن نحقق التوحيد في دنيانا بل ندعو الله عز وجل كما ذكرنا في الهداية سابقا في درس سابق نلهج بالدعاء ونكثر من الدعاء ونحاول أن نحقق أسباب الهداية حتى نظفر بهذه النتائج نتائج التوحيد سواء في الدنيا أو نتائج التوحيد أيضا في الآخرة كما جاءت معنا هنا بعد ذلك نأتي إلى أسئلة التقويم نهدف من أسئلة التقويم نريد تثبيت هذا الدرس في أذهاننا وأن نفهم هذا الدرس فهما صحيحا ونتأكد من هذا الفهم لهذا الدرس فنأتي للسؤال الأول الآن نستعد لأن نجيب على هذه الأسئلة السؤال الأول استدل على ما يليه أولا أن التوحيد هو سبيل العزة والشرف والرفعة والعلو ما الدليل على أن التوحيد هو سبيل العزة والشرف والرفعة والعلو ما الدليل في ذلك أحسنتم نقول قال الله جل وعلا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أنتم الأعْلَوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لهذا نقول التوحيد سبيل العزة والشرف والرفعة والعلو أيضا نريد أن نستدل على العبارة الثانية استدل على أن من نتائج التوحيد شيوع الأمن والهداية إلى الصراط المستقيم أن ينتشر هذا الأمن كذلك أن نهدى إلى الصراط المستقيم إن حققنا التوحيد ما الدليل على هذه النتيجة أحسنتم نقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولا أولئك لهم أولئك لهم الأمن ثانيا وهم مهتدون فلهذا قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم وهم مهتدون بعد ذلك نأتي إلى السؤال الثاني ريد أيضا التركيز والإسراع في الإجابة السؤال هنا أمامكم عدد نتائج التوحيد في المجتمع الآن نستعد للإجابة على هذا السؤال عدد نتائج التوحيد في المجتمع ذكرنا أن من حقق التوحيد المجتمع إن حقق التوحيد هناك نتائج يظهر بها ما هي هذه النتائج أحسنتم نقول دفاع الله عز وجل عن أهل التوحيد كذلك نقول أن التوحيد هو سبيل العزة والشرف والعلو والرفعة كذلك انتشار المحبة والألفة بين أفراد المجتمع كذلك شيوع الأمن والهداية إلى الصراط المستقيم فهذه من نتائج التوحيد للمجتمع الذي يحقق التوحيد بعد ذلك نأخذ السؤال الآخر أذكر ثلاثا من نتائج التوحيد في الآخرة من حقق التوحيد ما هي النتائج التي يظفر بها في الآخرة نريد ثلاثا من تلك النتائج أحسنتم نقول التوحيد يكفر السيئات أيضا نقول أن الموحد في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم أيضا نقول تبشير أهل التوحيد بالجنة تبشير أهل التوحيد بالجنة فهذه من الآثار ومن النتائج التي يظفر بها من حقق التوحيد في الدنيا يظفر بها في الآخرة بهذا نكون للحمد في نهاية هذا الدرس أولا بينا نتائج التوحيد في المجتمع كذلك بينا ووضحنا نتائج التوحيد في الآخرة وأن من حقق التوحيد يظفر بهذه النتائج في الآخرة بهذا نكون للحمد انتهينا أشكر لكم حرصكم وتفاعلكم ألتقيكم بإذن الله في درس قادم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد